السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم محترفين التدوين بلوجر بورد بريس طبعا أصدقائي إن شاء الله اليوم بدنا نراجع المدونات تمام مدونات بلوجر بدنا نراجعها وبشكل مجاني أصدقائي طبعا فيها قوانين للجروب هذي القوانين إن شاء الله بدنا يتمشي على الكل بالنسبة للترويج الترويج مواقع خارجية للجروب تمام ممنوع تدخل فيه تمام ولازم احترام الكل يعني في نفس الوقت طيب تمام جماعة احنا ما بدنا نطول هان خلينا نيجي هنا أصدقائي تمام زمن تشايفين هان في عندي شوية مدونات تمام أنا حابد أرجعها بالتفصيل زمن تشايفين أصدقائي تمام خلينا نرجع أول مدونة تمام محمد ميدو تعا نشوف مدونتك برنس الليالي بسم الله الله مصالح السلام محمد طبعا قبل كل شيء زمن تشايفين أصدقائي هاي المدونة تمام أخويا حبيبي انت حلوة جدا مدونتك وأنا واثق من شغلك بس اللوجو أو اللون هذا اللي انت ضايفه مغطي على اللوجو تمام حاول تعمله أحسن من هيك أنا بس بقولك على القائمة هادي تمام الشق هذا وخلاص طيب تمام لو احنا نزلنا نونة يا جماعة زيك زمن تشايفين مدونة للأمانة والله العظيم فخمة خلينا أضغط هان زمن تشايفين ضايف وسائل التواصل الاجتماعي وهان ضايف عدة أقسام خلينا نشوف صفحة اتصل بنا طبعا الصفحة ضايفة صح يا جماعة بالشكل هاد يا سيدر عزيز تمام سياسة الخصوصية طبعا ضايف هانا كلمة تتصل بنا زمن تشايفين ودخل معي على طول خلينا أعمال عملية ترجوع بالشكل هاد طبعا هانا ضايف اسم المدونة تبعته الشغل تمام بس لو سمحت تمام فيه كود انت ضايفه لجوجل ادسنز ضايفه بالشكل هاد وهذا النظام هيك مرفوض بشدة من جوجل ادسنز تمام حاول تكتب الكلمة تمام وضيفك ارتبط نفس ما انت عامل مسلا يا سيدر عزيز هام بالزبط تمام نفس السيستيم طيب ممتاز خلينا يا سيدر عزيز أنسخ المدونة تبعتك بالشكل هاد تمام طبعا بدأ أدخل على مقال من مقالاتك خلينا أدخل هان يا سيدر عزيز لو انتوا لاحظوا أصدقائي تمام عامل الفروع أو الأقسام خلينا أقولك الفرعية بشكل صح على فكرة هو مختار سيدر عزيز شركة هوست جيت ورد تمام كشركة يعني ككلمة مفتاحية غالية جدا في جوجل ادسنز طيب تمام المقال زي ما انتوا شايفين كاتبه يعني هو كاتب السلام عليكم والقصة هادي بس الفكرة أنه كاتب الفقرة صغيرة شوي وهذا الشغل هذا برضو لمصلحته الصور زي ما انتوا شايفين صورة سادة تمام ضايف فيها العنوان واسم المدونة وهذا الشغلة برضو بتصير حقوق إلو ولو انتوا لاحظتوا تقريبا العنوان ناسخ منه جزء وكاتبه هان تمام خلينا ننزل هان شوي لو انتوا لاحظتوا الفقرات تبعتوا برضو صغيرة شوي نوعا ما كويسة وهان نفس السيستيم عمل العنوان الفرعي الأول اجا ضاف ارتباط تمام وهذه الشغلة بتساعدوا بتساعدوا على تصدر وهان كمان نفس السيستيم هاي باك لينك لو انتوا لاحظتوا ضاف هان كمان يا سيد العزيز باك لينك داخلي والفقرات تبعتوا اصبحت كلها صغيرة الشغل هذا لما اصلحتوا اجا كمان دخل موضوع جدادي في السيستيم هاد او في المقال هاد شايفين يا جماعة والله العظيم مقاله عن جد بفتح النفس اجا اضاف نقاط هان شغلك حلو بس زود النقاط تبعتك احسن لك في المقال كتير حلو مقالك والله انا بدي بنسبة 90% يا جماعة كويس طيب تمام خلينا يا سيد العزيز اجي وافحص اخطاء مدونتك من ناحية السيو تمام زي ما انتوا شايفين اصدقائي خلينا ادخل على السيو تشيك بالشكل هاد وبيدي اجي يا جماعة وبيدي السق الموقع تبعه هام بالشكل هاد تمام خلينا امسح بس الازيادات هادي لعند الان لاين تمام وهي يا سيد العزيز بحيس لو انتوا لاحظتوا يا جماعة ايش اللي بدي يطلع معنا هالوقت طبعا يا سيد العزيز انت عندك الميتاتوب البيج كوليتي تمام هو بقول لك في مقالات عندك جديمة كبيرة الفقرة تبعتها الاولى والبن شوي شاني بتهتمش فيه كتير حاول لو زبط في النقطتين هادولا هادولا تنتين بتخلص منهم طيب تمام هانا الابل تطش الكوطي اضيفه وهانا مش مشكلة عادي تمام السوشيونت وارك ادخل على قناة جودتوينز تمام في فيديو بتكلم عن توطر مدة الدكتين او تسع دقايق طبقو وهانا عندك يا سيد العزيز الروابط للاقسام تبعت الموقع تمام المشاركات الشائعة والشغلات الزي هادي حاول تصبطها شوي بالنسبة لفكرة مدونة بلس صغيرة العنوان مش مشكلة برضو خليه عادي تمام هانا سرعة عندك ممتازة جدا بس الكود الزيادة اللي انت ضيفه اساسا تبع جوجل ادسنز عشانك مش رح يقسر معك طيب تمام لو انت لاحظتوا الباك لينك لسه فيش باك لينك انت عندك حاول لما تتعب في المقال تبعك اضيفه في اماكن تانية تمام بالنسبة للربوط تكست يا سيد العزيز صح مية في المية وفيش في مشاكل طيب تمام يا صاحبي خليني افحص لك بس الاخطاء في المدونة هل في اخطاء طبعا انا واثق مليون في المية لخليك تصل للمرهلة هادي من الامتياز تمام ما يطلع عندك اخطاء خلينا نشوف بس بسم الله لو انتوا لاحظتوا يا اصدقاء قناة جود توينز وجروب محترفين التدوين هيا سيد العزيز تسعة بالشكل هذا تمام هاي فور تمام بسم الله طبعا انت بدك تعمل عملية فاحسان اي خطأ بيظهر معك مباشرة احزفه واخد هالنصيحة من المعلم تمام التعليقات اذا كان في عندك تعليقات هي بتحسلك السيو بس احيانا بتضرك اذا الشخص اللي علق عندك مجهول تمام عشان هيك تضمن التعليقات خليها سيد العزيز من خلال ايميل ايميل واسم مستخدم او صاحب مدونة تمام اما تعليق خارجي انا مش معرف او مش محدد مين هو تخلهوش لانه يعد اسبام تمام يا صديقي طبعا بدك تحفظ كل هدول تأكد انه ما فيه اي نوع من الاخطاء طيب تمام خلونا نطلع من هنا جماعة وندخل على المدونة التانية بسم الله طبعا انت تم مدونة مؤمن محمد اهلا وسهلا فيك اخويا لو انتوا لاحظتوا هو يعمل دومين ويب سايت جدع انت طبعا مقبول شكلك في ادسنز طيب يا معلمي ماشي خليني يا سيد العزيز اجي وادخل على مقال من مقالاتك ما هي انواع الاستضافة هوستنج بشوف الكل صغير يكتب عن الاستضافة اه يا معلمين ماشي ماشي لو انت لاحظت اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اعلنتك كتير حلوهان تمام عشان انت استهدافت الموضوع هاد ما هي انواع الاستضافة مقالك صغير هان وحلو هيك وعامل البولد ممتاز اه ما هي الاستضافة هوستنج مميزات طيب مميزات عملت لها واحد اه ممتاز هيك برضو حلو شغلك جدا اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اجي برضو عمل نقاط هان وزود النقاط هان على فكرة مقالك تقريبا حصري انا بقدر اقول عنه هاد مقالك عن جد فخم اللهم صلى على سيدنا محمد ما بتكاش تعديل انت يا سيدر عزيز بس استخدم زود من الكلمات المفتحية تبعتك تمام بالنسبة للصفحة الرئيسية انت ضيفه في قسم التقنية تمام بما انك بتعمل عن الاستضافات حاول تعمل قسم خاص فيهم باسم هوستنج او كلمة مفتحية غالية بكون افضل لك تمام احسن لك خليني اجي يا سيدر عزيز وادخل على المقال هذا مسلا وبدأ ابعت لك نقرة جوجل ادسنز تمام خليني بس اشوف لك هيك اعلان فخم على اساس تصلك النقرة كويسة هاي هذا هذا شايفه اعجبني تمام هذا بصلك حوالي عشرين سنت تلاتين سنت على الاقل تمام هاي يا سيدر عزيز الاعلان هات تمام سنبدأ الان بجمع المعلومات اللازمة لتكوين الخطط والانظمة المناسبة لجسدك تفضل السيدي انسى يلا عيش انقاس الوزن اللهم صلى على سيدنا محمد انهوت جسد لا الصورة هيكسرت ابحية ااسف طيب تمام مؤمن محمد تعال يا مؤمن تعال اشوف ايش عندك ولا اقول لك خلص انا هتا وشفتك طيب ماشي انت يا افنان او مصطفى افنان هاتا شوف الايه عندك طيب برضو مقبول في جوجل ادسنز لا تخلينا بس نتأكد اي مقال عندك اي حاجة هيك لله ندخل هذا المقال مثلا بسم الله لو انتوا لاحظتم يا اصدقائي تمام القالب خاص في مين بالزبط في قالب ناز تمام صديقي العزيز زيل الاعلانات تبعت ناز زيلها تماما عشان انت اضيف اعلانات جوجل ادسنز افضل يعني هيك طيب تمام عم سيسو وصلت الاية هادي زيل الاعلانات كلها تبعت ناز وهنا اضيف لك شوية معلومات خاصة فيك احسن لك تمام عشان اتوضح مين انت بالزبط صفحة اتصل بنا وينها عندك خلينا نشوف الصفحات بسم الله لو انتوا لاحظتم اصدقائي هادي صفحة اتصل بنا افتحي عمونونا طيب تمام صفحة اتصل بنا هادي ما بتنقبلش فيها في جوجل ادسنز تمام او من الصعب جدا او حتى لو انقبلت رح تاخد تقييد مستقبلا فلو سمحت ادخل على قناة good twins قائمة تشغيل اتصل بنا وفي عندك فيديوهين طبق اي واحد فيهم طيب تمام او كم مقال انت موجود عندك هادي في عندك ثلاثة وسبعة عشر وستة ستة ومع السبعة عشر قديش بطلع مجموعة ثلاثة وعشرين وستة وعشرين مقال تقريبا العدد كويس بس خلينا اجي هادي نونا لو انت لاحظت سيد العزيز تطوير الزات اعرف كليتك ممتاز انا بتهيالي انت هنا عامل سيد العزيز اقسام مختلفة عن الهان مزبوط تمام عن الاقسام الاساسية الهان ازيل لي هذا ازيل لي كلمة تطوير الزات خلص خلي هنا بس قسم واحد تمام هنا خلي شوي دائما من الاقسام وخلي يا سيد العزيز كمان هنا شوية من الاقسام زين وزع الحمل في المدونة تبعتك هنا الفكرة تمام بعدين نزود عدد الاقسام تبعونا خليهم اربعة خمس اقسام لانه انت عندك مقالات عندك حوالي سبعة وعشرين طيب ممتاز خليني يا سيد العزيز اشوف اي مقال عندك كيف المقالات بس قبل صفحة سياسة الخصوصية لانه هي اساس القبول في جوجل اتسنز تمام مدونة افنان 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 في عندك جوجل كوكيز طيب جوجل اتسنز برنامجهات طيب ماشي سياسة الخصوصية تبعت الاعلانات تفتح لجوجل ولا لا افتح يا مقال ماشي يا معلمي ماشي يا عم سيسو اه والله عم فتح مية في المية طيب ماشي خليني ادخل تاني بس على مدونتك بدي ايجا هالوقت وادخل على مقال من مقالاتك اول غلطة انت عندك شوف شوف تاعه بصلي كوية سانة انت بتحط لي نقطة في اخر العنوان بنفعش تحط نقطة هذا عنوان اسمه مالسؤال تمام هذا عنوان بيشمل عدة اسئلة زين بعدين تعالها النونة انت هنا العنوان عندك طويل فوق الستين حرف خمسة وستين وهذا واصل السبعين زغر العنوان تبعك بيطلع اشيك احلى تمام بعدين العنوان تبعك يا سيد العزيز انت نابولي جنوب ايطاليا العنوان حاول تنسخه في اول فقرة تمام واول فقرة خليها في حدود سطرين ثلاثة بكون احسن اليك تمام بعدين يا سيد العزيز انت هاي هان مستخدم اه اشوف اه والله يعني مستخدم اه موقع خارجي خارجي كويسة بس حاول تستخدم كمان داخلي اليك تمام وحاول يا سيد العزيز تستخدم نقاط وين النقاط عندك في المقال ما فيش لا في نقاط ولا في ارقام وهذا الشيء بساعد على عدم تصدر المقال تمام لو سمحت بعدين انت هيجت بتتكلم عن اخبار عالمية اسم القسم حاول برضو تذكر في المقال تمام على اساس يتوضح انه هذا المقال بتتكلم عن ايش عن شيء اسمه اخبار عالمية واعمل داخلي ما فيش عندك ولا اي شيء من الداخلي يعني هذا المحتوى يعتبر محتوى غير زي قيمة من الناحية هادي فانت لما تعمل داخلي وخارجي اصبط اليك طيب تمام عم خليني اجي ادخل على صفحة رئيسية تبعتك بالشكل هات واجي انسخ العنوان تمام واطلع نونة من هان خلينا نفتح عم تمام بالشكل هدا لو انت لاحظت صديقي بدي اجي بدي افحص المدونة تبعتك تمام هيا سيدة العزيزة عملية تفحص بسم الله ايش في عندك نتيجة او ماي جاد او ماي جاد في عندك خلل في الكود هات ابحسلي في اكواد الميتا ادخل قناة او اكتب ميتا تاج تمام تراح تلاقي اكتر من فيديو حمل الاكواد الموجودة في هاي الفيديوات او في اي فيديو منهم وابحس عن كلمة اللي هو تمام هادي الكلمة اول كلمة لو بحست عنها من ضمن الاكواد اللي تلاقي كود خاص فيها ولو ضفتن حالة المشكلة اللي عندك تمام وامسح الكود الجديم عشان مايكونش فيه اختلاف لانك عادي ما بتأسرش معك الكونتين تا سيد العزيز شايف هانا عندك ممتاز بس هانا بقول لك يا عمي زغر ديا ونونا وانتبه للنقطة الفقرات بتبعتك نفسهم طيب هانا يا سيد العزيز حلو الشغل عندك تمام البولد اند سرونج يا نهار ابيض حاول تستخدم البولد العنوان تبع اسم المقال اسم المقال داخل المدونة بتنسخوا داخل فقرة من الفقرات وانصح انا باول فقرة يكون موجود تمام وعلموا بولد كل مقالاتك اتبع نفس السيستم او اتبع اخر سبع مقالات بتنحل معك المشكلة زر متابعين تشيلو تمام السوشل نتوارك زر تويتر راكبو تمام وين بتلاقيه ابحس في جودة وينز تويتر في اليوتيوب راح تلاقي فيديوهين مش فيديو في واحد منهم بقى حاطط الكود اللازم كان تمام وبقى اشرح لك كيف بتركب نصيحة مني هذا كله بده تزبيط تمام او الشق هذا الاسم مش مش كلا خلص انت حابب يكون افنان افنان تمام احضرت للفيديو برضو تبع هذا السيستم اما بالنسبة يا سيد العزيز للينكات خلينا اشوف اللينكات شفت يا سيد العزيز عندك في المدونة تحت اخر مقال فيه اللي هو المشاركة على فيسبوك على تويتر على ابصر الشو ادخلي على التنسيق اعدادات المدونة واحزف لنظام المشاركة هذا كله بتحسن عندك طيب تمام ايش في كمان عندك يا سيد العزيز عندك هنا الباك لينك لسه بتقول يا هادي تمام هذا بده سبعين تلاتة لو تنشطت فيه بتحسن ابوه بالنسبة لهان هنا نصيحة مني امسحوا هادا الكود هادا هيك غلط انت ضيف اتنين امسح لي الكود هادا اللي تحت الكود هادا امسحه كامل وامسح للسطر الاول والتاني هان تمام بس من عند لعندي سيد العزيز خلي الباقي ما بلزمش والكلمات المفتاحية كويسة طيب تمام اصدقائي خلينا يا سيد العزيز افحص مدونتك هان تمام هل انت في عندك اخطاء يطرى شو هي الاخطاء يا عم سيسو تعال يا عمو بسم الله لو انتوا لاحظتوا اصدقاء قناة جود توينز تمام بدي اجي وامسح لزيادات هذه تمام وخلينا يا سيد العزيز اجي هان وبدأ اكتب خمسة اتنين ستة فور ام تمام وهي يا سيد العزيز عملية بحس هان اضرب لك اي غلطة بدها تطلع معك بدك تصلحها ايا كانت لو كان عندك خطأ في التعليقات رح يطلع لك نظام ترابط وجنبه شوية ارقام تمام افهم انه هذا للتعليقات احزفه تماما الارقام في حدود 13 تمام لو طلع روابط مقالات تأكد انه في اخطاء في المقالات نفسها فحاول تخلص منهم تماما لو سمحت يعني طيب تمام هاي خطأ ها مقال تعال نشوف اش هادا خطأ هادا يا سيد العزيز في المقال ماشي ادخل لي هنا لو انت لاحظت هادا هو المقال تبعك تماما صاحبي في خطأ الا تلاقي في خطأ كلمة انت عامل فيها رابط او حاجة زي هيك وطلعت معك بالنول او اربعمائة واربعة خطأ خلينا نشوف كلمة العملي هادي لا هادي كلمة بس انت ضايفها لون تمام المهم انت بدك تفتش هان وتطلع لي الكود الغلط عشان تمسحه تمام بعدين تعال هان انت ضايف كلمة الكورسات اولا كزا 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 العلامة هادي انه انت النص بتوصل لشركة جوجل او لجوجل كونسول انه النص ده منسوخ او مسروك فهادي غلطة منك حاول تمسح كل الاكواد اللي انت عملها زي هيك تمام لو سمحت يعني وشوف للغلط تبعك وين موجود بسم الله لو انت لحظت هاي الغلط تبعك اربعمائة واربعة خطأ الله يعطيك الف عافية فهمنا السيستم او الغلط وين موجود وليش جوجل ادسنز ما بيقبلناش طيب تمام عم افنان الله يعطيك الف الف عافية خلينا نشوف الغلطة الثالثة او الماشي عمسيسو زودها يا عمسيسو طيب معم محمد تعالي عم محمد بسم الله هاي احلى لايك تمام ممكن افتح مدونتك لو سمحت ماشي عمسيسو ادخل تفضل للامانة مدونتك حلوة بس انا شايف عين المسيح الدجال موجودة هان هادي عين المسيح اسمها المساحة بتخوف او بدل اللوغو هانا الصفحة دا اتصل بنا حلوة منك خلينا اشوف سياسة الخصوصية تمام سياسة الخصوصية يا سيد العزيز انت عندك مصمس منونا تمام يترندات ماكس ماكس في لعبة والله اسمها ماكس بايون العبت الجزء الاول والتاني والتالت اذا كلام قبل خلينا اقولك ثالث سنين لا انا بطلع من عندك تاني ليش انت بطلعني يا محمد طيب يا اما محمد خلينا بس اشوف يا سيد العزيز شكلية الاقسام عندك الفواكه والصحة نباتات فواكه برمجيات طعام خلينا ادخل عقسم تكنولوجيا حبيبي قسم تكنولوجيا خلي او حط لي يا سيد العزيز في علامة السلم بما انه في قسم فرعي خلي هذا كل واحد لحالي اما نظام اللي هو يعني القسم الاساسي سلم ولتحتي حط فيه الروابط تمام يعني اعمال ربطين بدل واحد احسن اليك احسن اليك في السيو تمام لو انزلت انا نونة تحت انت الاقسام عيدهم تاني كتبهم فوق وكتبهم هان يعني مزود عامل اضافات روابط زيادة وكمان كتبهم هان ينهر ابيض امسح هدول التنتين امسحهم مش لازمات بما انك عملهم فوق تمام خلينا ادخل على المقال تبعك مقال من هالمقالات لو انا اجيت ولاحظت مفيش عندك عنوين نهائي وحطط لي هاشتاج كمان في العنوان طب اش نسوي فيه الهاشتاج خليك انت مكاني طيب ماشي الصورة في قدرة الجيوش او ماي جاد ما بتحطش علامات البنشواشن ليش وين النقطة طيب ضفت الصورة هاي عنوان فرعي اه كتبت فقرة صغيرة ماشي يا سيد العزيز طب والباقي وين باقي المقال مافيش مقال عندك نهائي حتى لو انقبلت في صعب جدا انك تنقبل بسهولة ولو انقبلت ودخلت انت مقالاتك تصفحت مرتين ثلاثة هتاخد بلوك فدربه لك يا اخويا تمام زبط لوضعك هان واعمل عنوين فرعية وزبط المقالات تمام وبتيجي يا سيد العزيز بتنسخ الرابط تبعك وبتدخل لي على هذا الموقع هذا الموقع عشان تفحص الاخطاء تبعتك تمام نفس ما عملت في الفيديو اللي قبل او الموقع اللي قبل خليني اشوف موقعك في السيوهن بسم الله لو انتوا لاحظتوا اصدقائي تمام انا اجيتوا عملت عملية فحص للموقع هاد السيوه عندك يا سيد العزيز في البيج كوليتي معدوم تمام من ناحية البنشواشن ومن ناحية الفقرات جاية مش تمام الابل تاتش اكتب لي كلمة ابل تاتش جودت وينز في قناة جودت وينز تمام ترح تلاقي فيديو بتعلق في الموضوع هاد هنا اكتب لي كلمة توطر جودت وينز رح برضو يحلك في الموضوع هاد البيج اسم صغير بس يلا مش مشكلة بيتأثرش لكن هذا في مشكلة المشركات الشائعة والاقسام التانية اللي انت ضيفهم في الصفحة الرئيسية تمام زي كأنهم معادات استخدام موجودات في اماكن تانية فحاول تقلل هذه الاماكن لو انت حاولت تحزف مثلا المشركات او تخفيها شوية تمام ترح تلاقي النسبة هنا تتحسن عندك وبناء عليها انت اشتغل بالنسبة للروابط الداخلية يا سيد العزيز اخر مقال المشاركات الازغار تبعت المشاركات لوسائل التواصل الاجتماعي اخفيهم ما بيلزموش هانا اعمال لي باكلينك في المقال تبعك المقالات اللي انت بتكتبها اتعف فيها باكلينك هو اللي بحرك الموقع تبعك بعدين الروبوت تكست اللي عندك هذا كله غلط كامل مكمل تمام بالصيغة هادي مكتوب غلط فلو سمعت عشان انت تنسخ الصح ابتيجي يا عمه هانا تمام خلينا نمسح هذا اللي هذا نونا ها هاي سلكت اول ياس تعال اكتب جوكر بالشكل هاد وابحس عن الموقع تبعي تمام خلينا امسح العروض اللي هانا فيديوهات ايه الشاد طيب تمام خلينا انزل في اخر موقعي هانا يا سيد العزيز وهي الروبوت تكست الاصلي تمام بتضغط على النسخ الشامل اضغط نونا هان واعمل نسخ وبتطلع بتنسقه عندك في ربوت تكست بس بدل الرابط طبع موقعي بموقعك ولو انت ركزت نونا في كلمة سايت ماب نوقطين عامل مسافة بعدين اتش تتب بي اس ضفت الموقع تبعي لو سمحت تركز نونا بليز طيب تمام عمسي سوء اهدا ما تعصبش امانة خلينا نطلع من عندك يا ماكس ونشوف اللي بعدك بسم الله لو انتوا لاحظتوا اصدقائي قناة مين هادي تعالي يا عمه محمد رضا اهلا وسهلا فيك اخويا محمد رضا اهلا وسهلا بالغالي اخويا محمد رضا انت ما فيش عندك موقع اساسا تمام في عندك مشكلة في الدومان تمام او مش مركب قالب او موجف نهائي تمام الدومان بس شغال على الفاضي فلو سمحت حل مشكلتك عشان نقدر نفحصه تعالي اللي بعده بسم الله مين انت يا غالي بي ماشي عم ببي اشوف ايش عندك ااسف يا عم هنا في عندك كود الكود تبع الهيد مكتوب بصيغة غلط الكود تبع الهيد تمام ابحث عن سلاش تمام سلاش اتش اي اي دي في الاكوات في الاتش تي ام اقل واعدل لي الكود تبع الهيد لو سمحت تمام بعدين اعمل لي لوغو للموقع تبعك الموقع الشكله حلو وفخم خليني اشوف الاقسام الاقسام انت عملهم صح هاي صفحة اتصل بنا مثلا تمام اللهم صلى على سيدنا محمد هي حلوة هي كم صمصمانونا خليني انزل نونا هانا الوقت صفحة سياسة الخصوصية زي ما انتو شايفين اصدقائي انت ضيفان رابط يا سيد العزيز تابع لجوجل اتسنز ضيفو كارطباط زي ما انت عامل هام بالزبط لو سمحت لانها مخالفة الحركة هادي كمان مدونتك غلط اضيف الروابط زي هيك هادي بتمنع قبولك في جوجل اتسنز اي بليز اعدلهم طيب تمام عم سيسو خلص هنعدلهم بعد كده يا سيسو انزل نونا لتحت انا شايف عندك الشغول حلو هان خليني ادخل على الاقسام ما فيش الاقسمين زودهم اربع اقسام لو سمحت تمام خليني ادخل هان كمان نونا بشوف المحتوى صار انجليش عندك اسم المقال بالانجليش ولا كلمة عربي انت حالف يمين بالله انك ما تكتب عربك ولا ايش بعدين تعال هان نونا لو انت لاحظت اعمل لي عنوان فرعي هان اعمل لي عنوان فرعي بعدين هذا مش مقال هذا جريدة لحاله لو عند كلمة اليوم تمام هذا الرموز هذه او الفراغات هذه امسحها وانزل سطر جديد بيبدأ بكلمة القي تمام لو عند كلمة مسلا بسهولة كلمة كان انزل سطر فيها جديد لو عند كلمة جدوى هيك انت بتكون عملت ثلاث فقرات مش فقرة واحدة شغل العصبونات نونا خلايا مخك بالله عليك تشغل بعدين تعال هان نونا وين النقاط ما فيش نقاط لاجأ اقرى هان تكاتب جريدة هان انت تعبان في المقال كتير والمقال ضبل بس لا في نقاط ولا في ارقام مع انه والله العظيم شغل حلو بطلع فارجوك اخويا ركز على السيستمات عشان مقالك يطلع حلو اما انا شايف الموضوع والله العظيم مرتب يعني من ناحية عدد الكلمات ممتاز تمام يعني زي ما قلت لك زود عدد الاخسام وزود السيستم هذا وخليني اجي هان نونا يا سيد العزيز واشوف السيوت شيك هاي سيوت شيك يا سيد العزيز هان نونا هاي نسخ تمام وهي يا سيد العزيز حزف لزيادات لو انت لاحظت صديقي هان تمام انا اجيت وبدأ اعمل عملية فحص تمام هانا عندك خمسة وتسعين ماشي نفس القصة ابحثت في قناة اكتب وحمل اي كود من الاكواد الموجودة غاد كلمة راح تلاقيها من ضمن الاكواد بعد ما تبحث عنها ضيف الكود هذا عشان يتعدل تحل المشكلة هاي دي هانا هانا يا سيد العزيز انت طب عندك دومين بلوغ سبوت عادي ما فيش فيها مشكلة تمام هاي دي ما فيش فيها مشكلة هاي دي يا سيد العزيز كونتنت زي ما قلت لك زبط الفقراء بتبعتك واهتم في الب choa chan هانا ابحث لي عن فيديو اسمه قبل طاتش اكتب قبل طاتش جود دوينز راح تحل المشكلة هاي دي تمام اما بالنسبة لهانا يا سيد العزيز ابحث لي عن فيديو اسمه التويتر جود دوينز راح تحل مشكلتك هاي دي بالنسبة لهانا صاحب يا سيد العزيز هانا الاسم مش مشكلة قنا هانا الهيدنك اللي هو جسم او هيكل الصفحة تزودش أقسام في الصفحة الرئيسية تبعتك يعني زي للمشاركات الشائعة والجيسة السيادي حاول تزودها بصيغة مناسبة لما يتشابهوش أسماء المقالات مع بعض في الصفحة الرئيسية هذا هو اللي بيقولك أنه معاد استخدامه تمام؟ أما بالنسبة لهنا سيد العزيز المقالات المقالة ما تفتح وتنزل في نهايته راح تلاقي كلمة شارك على فيسبوك على إحزفها أو إخفيها من التنصيق إعدادات المدونة تمام؟ هيك بتحل حالك هنا performance الأداء الأداء لو قل هذا كود ممكن يتحسن هذا تمام؟ هنا الباكلينك عندك ما فيش ما بتنشرش حاجة هنا يا سيد العزيز الروبوت تيكست عندك صح 100% تمام؟ بعد ما نخلص من النقطة هذه يا صديق العزيز خلينا ندخل هنا تمام؟ لو أنت لحظت بتيجي وبتضيف الرابط تبعا مدونتك هان زي ما أنت شايف تمام هيني ضفناه بالصيغة هذه بسم الله تعالي عم أعمالي فنت أو اكتشاف وتعالي هان نونة وضيف لي يا سيد العزيز اللازم هيجي كي تمام؟ فايف أف زد بالشكل هذا وأعمل عملية بحث أي أخطاء بتلاقيها في الموقع تبعك حلها صح حلها كلها كامل على أساس ما تلاقيش أي خطاء على أساس تنقبل في جوجل أدسنس شرط اطبق له قلته قبل الله يعطيك ألف ألف عفيا أخوي العزيز زود أقسامك كلمة أخبار ديوم اختر كلمة حلوة وغالية أحسن إلك وأنا شرحت في فيديو خاص الموضوع هاد طبعا عزيز الله أكبر قبل كل شيء جماعة الأدام بأدن عندي الله أكبر الله أكبر بسم الله لو أجيت ضغطت السيد العزيز على صفحة اتصل بنا مش سياسة الاستخدام بس هاي في غلط عندك ضيف رابط مدونتك يا سيد العزيز بالشكل هاد وهذا غلط هذا غلط لو سماحي تعدل أعمل نظام ارتباط أحسن إلك تمام وخليني يا سيد العزيز أضغط هان كمان وأدخل على صفحة اتصل بنا لو أنت لاحظت الصفحة يا سيد العزيز عندك تمام ما فيش فيها مشكلة خليني أدخل يا سيد العزيز سياسة الخصوصية تمام بسم الله اشهد الألوان اللي انت حططها أبيض فأبيض فأبيض ماشي انت هيك شايف زوجك حلو ما عنده أي مشكلة بس لو لاحظت انت هان كاتب اذهب إلى صفحة اتصل بنا ضيف الارتباط اعملو بعدين الاعلانات تبعت اتسنز ويمكن تعطيل هذه الخاصية من هنا وين كنت من هنا والارتباط صفحة سياسة الخصوصية من الصفحة أساسا أنت عملها كل الغوابط اللي فيها انت زيلهم عدلهم لو سمحت تمام خلينا أنزل شوي لتحت طيب ماشي السي سي يضرب صباح اليوم اشتباكات عنيفة انت ناوض ضيعنا ماشي يا عم العنوان تبعك طويل جدا وانت كاتبهان غلط كاتبهان كعنوان فرعي بش صيغة هادي يعني هو هو كويس مش قصة يعني بس كويس كويس ماشي انت عمل نقاط مباشرة هان معانو مفروض تدخل في فقرة صغيرة كلمتين اول ايش بس يالله برضو حلو وهان عمل نقاط يا عاطل ماشي بشوف كل مقال اغسر نقاط لا انت يعني ما بد بشوف كل المقال نقاط يا زلمة على العموم حلو شغلك كويس كويس المهم الوقalla تبعك طويل تمام خلني اوجي الستيدي العزيز ان تخرج رابط موقعك بس اعمل لي باكلينك لو سمحت تمام داخلي و اعمل لي باكلينك خارجي للمقالات تبعاتك بطلع اقوى تمام هنا يا سيد العزيز بالنسبة للسيو اليك لو اجيت انا وعملت فحص للسيو هي يا سيد العزيز موقعك تمام طبعا ضيف انت الاسم اللي بالانجليش ضيفه غلط في نجمة عشرين غلط غلط ضيف الاسم تمام هادي. تمام? خلينا اعمل بحس بالشكل هادي لك. لو انت لحظت في بلوك اللي عندك عدله. في اخطاء اللي قدرت بفتحه الشام. بطلعش بيدي افتحه. تمام? خلينا ادخل يا سيد العزيز على لو انت لحظت هان يا سيد العزيز بسم الله. تمام? هيا يا سيد العزيز هان. تعال نونة اضويا عمو. مسحل للزيادات هادي تبعتك. هيك بدت اعمل اكتشاف للاخطاء تبعت موقعك. تمام? وتشوف ايش في اخطاء بطلع عندك وحلها. حلها صح. عشان تنقبل كمان في جوجل ادسنز. طيب تمام? حبيبي عام الغالي. اهلا وسهلا فيك اخويا. اللي بعد هيك اد مصطفى عبد الموجود همام. اهلا وسهلا فيك يا بوي. هل انت مقبول في ادسنز? اشوف طيب بسم الله. صلى على النبي يا بوي. تزيد النبي صلاة. يا بوي. يا بوي. تركز معينونا. يا بوي انت قصتك. في عندك كانت تي تي كي. اسمه دومين. والدومين هذا من الصعب جدا انه ينقبل في جوجل ادسنز. بدل الدومين يا صاحبي. يا ما بتخلي بلوغو سبوت اهون اليك. تي كي. انا اسف. لانه مش مقبول في جوجل ادسنز. على حد علمي. طيب تمام? بالنسبة للمدونة اللي بعد هيك. كلمة روزالينا لوبنا لولا. تعالي. تعالي. هي مدونة بلوغو سبوت. اهلا وسهلا طبعا. افتح يا مدونة. والله العظيم لا تفتحي. خلط انت حلف يا مين يعني عليها? طب ماشي. آه عاد. بدلنا نزعل من بعضها مدونة. طب افتح في جوجل كروم لو سمحت. المدونة ليش بتفتح هيك? انت ممتاز طيب المفرد يعني. آه المدونة بتضحي. ماشي يا عم سيسو. ماشي يا عم سيسو. القالب عندك دقيل جدا. دقيل دقيل بمعنى الكلمة. ماشي ماشي ماشي. اه انت مقبولة في ادسنز? طيب عن ماذا يتحدث الموقع? يتحدث عن الاماكن السياحية حول العالم. حلوة منك. آآ ما نلقائم على ادارة الموقع. دكتور لبنى. اهلا وسهلا فيك يا اختي. طيب ماشي يا لبنى خلنا ننزل بس نشوف هنا اش في عندك. او مايك هدي لبنى. اغضب عليك يا لبنى. اطلع لك من الجروب نفسه. اطلع من الشاشة. لبنى. فش عندك صفحات هان? وان الصفحات? صفحة تتصل بنا من نحن وسياسة الخصوصية ضفيهم. مالك? طب تعالي هان. السياحة حول العالم. وين مقالاتك? وين الاقسام اللي هان? يعني انت حلفة يمين بس تعملي قسم واحد. بهون عليك يا لبنى ندخل الموقع ولا جيب الشكل ده? طيب ماشي يا لبنى. ماشي. حمشيها بس حمشيها نونة. نونة بس حمشيها هات اشوف هان? اجمل البحيرات في السيويد. ماشي. اشوف. مين الحيوان اللي قالك اعملي عنوين فرعية بالشكل هاد السنوية? عنوان فرعي. اعمل عنوين فرعية احسن اليك. اقوى اليك. انت مقالتك مدونتك جديدة. بعدين تعالي هنا. المدونة تبعتك. هاد فقرة. ضبل. زريه وما شوية. طيب ماشي. وهدول اعملي فيهم نقاط وارقام واحد واثنين وثلاثة عشان واحد يقرأ ويتمتع وهو بيقرأ يفمشو بيقرأ. بعدين ليش كاتبه واحد هنا وانت اصلا عملها النزام نقطة. مغالبة حالك كتير يا لبنى معانو والله العظيم تعبانا في المقال يعني شغلك كان ممتاز. بعدين تعالي هنا. وين الداخلي ولا عامل اي رابط داخلي. لبناء بدي ازعل انا عصب. انا لما عصب ما بعصب والله العظيم. زبط الاقسام تبعتك. زبط المقال. المقال بده يعني الروابط الداخلية. بده نقاط. بده ارقام واحد اتنين تلاتة. مش انت اللي تكتبيهم. لا من نفسهم تقدر تضفيهم مباشرة. تمام? يعني شغلك والله العظيم حلو. والله حرام يعني مقال تعبانا فيه انت كتبها. يعني انا شوي دمعت. اتمنى منك بعد ما تضبط المدونة تبعتك تبعتي ليها تاني على اسس ارجعها. وانا ما عند اي مشكلة. تمام? بعدين وكفي. في عندك هنا التسميات وفي عندك هناك برضو التسميات. ايش بسوها دول التنتين مع بعض. امسحيهم التنتين. انت ضيفة فوق في الموقع اساسا اسم التسميات. ضيفاها. هيك موقعك بطلع دقيل. خفف موقعك. يلا الله يعطيك الف الف عفية اختي. وكل شكرا لكم. والسلام عليكم. الله يعطيكم الف عفية اخواني.